اشتركوا في القناة الثاني والعشرون او المقطع رقم اثناني وعشرون معناه دمنا واحد وعشرون مقطع سابق في كل مقطع نذكر توجيهات ونصائح جديدة معناه في كل مقطع لا نعيد ذكر الفوائد ولا النصائح السابقة طيب الفيديو الاخير ذكرنا طريقة الاسلوب التعويضي كيف اكتب تعبيرا كتابيا او كيف ينمي التلميذ طهارته ومهارته في التعبير الكتابي عن طريق الاسلوب التعويضي وشرحنا اسلوب التعويضي ما هو اليوم ان شاء الله عز وجل جبت لكم اسلوب جديد الذي يسمى او ما يسمى بالاسلوب البنائي الاسلوب البنائي طيب اول نقطة لابد على الاستاذ ولولي التلميذ لازم يفهم بللي التلميذ لا يستطيع ان يحرر ولا يكتب تعبير كتابي ما لم يكن عنده شيء يرتكز عليه باش يكتب هاكا من رأسه ولا من فارغ لا يستطيع ما يقدرس يدير شيء جيد منها لابد له من شيء من ركيزة يرتكز عليها لينطلق او ليكتب تعبير كتابي طيب هذا الركيزة هي نص لازم يحضره الاستاذ استاذ يجيب نص ولا المعلم ولا الولي التلميذ يجيب نص طيب مثلا اليوم عدنا تعبير حول الماء اهمية الماء يجيب الاستاذ نص حول الماء ولا تعبير حول الماء ويطبق مع التلميذ طريقة الاسلوب البنائي شيء طريقة الاسلوب البنائي هي انه يقرأ النص على التلميذ وبعد يقرأها بعض التلميذ ثم يستعمل اسئلة والاجوبة اسئلة والاجوبة حول النص ثم اجوبة التلميذ هذه اللي يجيبوا بها يقوم التلميذ ببنائها وصياغتها والحصول على تعبير كتابي معتمدا او مرتكزا على النص اللي يجيبناها النص الاصلي اللي يجيبناه نجيبه نص ثم في البداية يطرح الاستاذ ولا المعلم ولا ولي التلميذ في البيت يطرح اسئلة كمقدمة يطرح اسئلة على النص مباشرة اسئلة حول النص كمقدمة اسئلة كتمهيد بعد ذلك يطرح اسئلة حول النص عامة من هو المتحدث في النص ما هي الشخصيات المذكورة في النص ما هو الاطار الزماني في اي زمن حدث النص ما هو الاطار المكاني في اي مكان حدث النص يطرح اسئلة عامة حول النص ويدون الاجوبة التحال الصبورة بعد ذلك يطرح اسئلة تحليلية خاصة حول المقدمة سؤالين او ثلاثة حول المقدمة ثلاث اسئلة او اربعة حول العرض ويدقق في الاصئلة ثم سؤالين او ثلاثة حول الخاتمة وكما قلت يدوين الأجوبة على الصبورة بعد ذلك التلميذ هذه الإجابات على الأسئلة يقوم بتنسيق تنسيق هذه الأجوبة ويعتماداً أي يرتكز هنا التلميذ لما يرتكز على نص من ذلك النص الذي قريناه ودلنا الأسئلة عليه وحلناه ينطلق التلميذ في كتابة تعبير جديد هذه طريقة نافعة جداً تسمى طريقة الأسلوب البنائي انتظرنا في العدد المقبل إن شاء الله عز وجل من كيف أكتب تعبيراً كتابياً أسأل الله عز وجل التوفيق لي ولكم وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر